تطبيقاً لتوجيهات الحكومة الموقرة برئاسة سمولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتسهيل إنجاز المعاملات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وتنفيذاً لتعليمات معالي وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات بمواصلة خطط التحول الإلكتروني لكافة الخدمات التي تقدمها قطاعات وزارة الداخلية دشنت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة وبالتعاون مع وزارة الخارجية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية دشنت خدمة إصدار تذاكر المرور لأبناء المواطنين البحرينيين المولودين خارج المملكة وجوازات المواطنين المفقودة أو التالفة في الخارج وذلك عبر البوابة الوطنية لمملكة البحرين وحول هذا الموضوع سرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الشيخ شام بن عبد الرحمن الخليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية أهلا بك سعدة الشيخ بداية حدثنا عن هذه الخدمة وتدشينها وكيف يستفيد منها ابناء المواطنين البحرينيين المولودين في الخارج وكذلك أيضا فيما يخص الجوازات المفقودة مساكم الله بالخير ولا شك تدشين هذه الخدمة يعتبر نقلة نوعية في خدمات شؤون الجنسية والجوازات وأنا سعيد اليوم في تدشين شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بالتعاون مع وزارة الخارجية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية خدمة تصدار تذاكر المرور لابناء المواطنين البحرينيين والمولودين خارج المملكة وجوازات المواطن المفقودة أو التالفة في الخارج والتي تكون متوفرة من خلال بحرين دوت بي اتش وأصبحت الخدمة كانت تطلب الحضور الآن الخدمة بتكون إلكترونية وسهلة وعلى مدار الساعة كل اللي على المواطن هو أن يرفع هذه المعلومات من خلال بحرين دوت بي اتش ونحن نقوم بالإجراءات وتصدر له تذكرة المرور اللي تعتبر صالحة للاستخدام مباشرة فور استلامه وتسحل عليه في عملية العودة والرجوع إلى مملكة البحرين وتسحل عليه الجهد والوقت نعم ربما لما يميز هذا الخدمة وجودها بشكل إلكتروني كما تفضلت سعد الشيخ حدثنا أهمية ذلك طبعا هذه إضافة جديدة وطبعا يعني في السابق الواحد إذا فقط جوازها وإذا مولود في الخارج يرجع إلى السفارته وتابع إجراءاته وربما البلد اللي هو فيها ما فيها سفارة فمعا طريق البحرين دوت بي اتش يرفع هذه المستندات ووفر عليه الجهد والوقت لأنها يحصل على الإجابة سريعة وأول ما يستلم هذه التذكرة يعني أيضا في خاصية ضفنة فيها الاستعلام عن حالة الطلب يقدر يتأكد ويستلمها بأسرع وقت ممكن وأسرع عليه الجهد والتعد نعم سعادة الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة شكرا جزيلا لك